بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الحلقة الثانية من شبتر الثالث في مادة Psychiatric Mental Health Nursing الشبتر الثالث Psychiatric Assessment طرقنا في الجزء الاول تعريفات في Psychiatric Assessment دخلنا في جزئية وحكينا فيها ثلاث نقاط اليوم ان شاء الله رح نشرح عن الاسبيتش الاسبيتش المريض مهم في طريقة اخراجه وهذا يعطينا في شعبات اكتير اليوم نقاط الاسبيتش طبيعي نورمالي الشخص يحكي بسلوب معين بنغمة وثيرة متغيرة بنغمة بسيطة أو بثيرة معتدلة لكن عندما نحكي عن المريض الماني ونلاقيه عنده طوكاتف طوكاتف يعني سريع الكلام يحكي كلام بشكل سريع عنده ضغط في الكلام لدرجة انه ممكن ما يسمح الكاش ايضا في اي فرصة انه انت تحكي فيها هذه تدلنا على حالات الماني في حالات الدبريشن احنا نلاقي المريض نسميها بابارتي وفي حالات الدبريشن تيجي اسألوا كيف حالك يعني ممكن بعد شوية يضلوا صامد في الاخر يقول لك كويس هذا وهذا يدلل على الدبريشن دبريشن بيجي بعدها السرعة الكلام يعني انا اصبحت لكي بحكي بشكل سريع جدا الدبريشن بحكي بشكل بطيء الريثم بدا نشوف نقيمها وهذا المريض هو بحكي في الريثم كيف الوثيره اذا كان على نفس النغمة كيف حالك كويس الحمد لله بتلاقيه لا في صعود ولا في هبوط في طريقة او نغمة الحكي هذا ما نسميها مثلا الريثم الثوت هذا الكلام مهم كتير في موضوع الثوت التفكير بتاع المريض كتير حاجات يعني لو اجل الريض حكي معنا بنظر نعرف هذا المريض كيف قاعد بفكر او كيف تفكيره او كيف تفكيره اول حاجة ما نشوف الثوت البروسيس كيف تفكيره كيف تفكيره كيف تفكيره كيف تفكيره او شخصيه او شعوره او شخصيه او شعوره لو انت جيت سمعت المريض قاعد في حاجة نسميها اللي هو تنقل من موضوع الى اخر فلو فروم وانتو انادر في التوبك يعني مثلا تجلس انت مريضة كيف حالك بجولك الله احنا روحنا على البحر وسبحنا لكن احنا السوق الخضروات غالي عندنا وفي مشكلة كبيرة في البلد كورونا ديوم احنا مشتاح العالم واحنا ان شاء الله يعني يمكن نروح نسبح بعد هيك في مجالات نسبح في البحر فبتلاقي المريض عنده تناقل وتطاير في الافكار بحكي جملة قد تكون مفيدة وانتقل لجملة اخرى فيه وايضا بتكون ايش اللي هو كونتينيواصلين بشكل سريع بتلاقي المريض عنده تناقل افكار تناقل في الافكار قاعد بتنقل الموضوع بسرعة لاخر لو لاحظنا شغلة تانية اه يعني فلاتف ايدي هادي من لقيها في المانيا في المانيا بتلاقي المريض قاعد براشر اوفيس بيتش بتضغط في الكلام مش ملاحق ينتجل من موضوع الى موضوع بسرعة بشكل سريع وبسمحش لاحد اخر انه قاعد عدباله يحكي وهو قاعد بس بتحكم في الجلسة اسوسياتف 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 انتبت تلاقي فيه يعني عدم ترابط في الجملة اللي قاعد بحكيها. انت فعليا يعني unrelated topic to another. فيش اي ترابط بين قاعد الجملة بحكيها. وفيش اي جملة اصلا مفيدة اللي هو انت قاعد فهمتها منه. لو قلنا الشغلة التالتة اللي سيكون تصريحاته المريض او قاعد بحكيها طويل او ممل وبتاخر في الوصول الى النقطة المقصودة اللي هو قد اياها. يعني انت بتقوله كيف حالك او ايش كيف اليوم حاسس. ممكن مريض قادي يقولك اه انا بقولك كيف حاسس. يخش لك في موضوع اثنين اثلاثة عبير ما يخش لك فيه اللي هو يعطيك الجواب النهائي بتاعنا. التانجنتياليتي. يعني هذي اللي هو بتلاقي مريض لو سألته سؤال. بقول يخش لك فيه متاهات وموضوع من او موضوع لاخر. ولا يصل ابدا الى النقطة اللي احنا بدنا اياها. ولا يصل ابدا الى النقطة اللي احنا بدنا اياها. نيولوجزم. يعني هذا مريض انا ممكن الاقي يعني نوع من التفكير. يعني الفرد او الشخص صاره ممكن يعمل على تكوين كلمات تكوين كلمات غير منطقية يعني. اللي بتكون يعني اه لها معنى عنده بس. اما احنا مش هنجدون نفهمها. زي يعني مثلا كير واحد يختلع لغة لحاله او يختلع كلمة يعني يجي يقولك اه يعني كلمة معينة. مش مفهومة لأحد. لكن عنده هو الها معنى او لغة بحالها يعني. كلانكينج اسوسياشن. يعني بتلاقي هذا المريض بحكي قاعد في توري او القافية واحدة. يعني هذا الخاص بتلاقيه مع الشعراء او الادباء او ناس متعلمة. بتلاقي يعني قاعد بحكي لك اجا محمود راحة لحدود. هكذا يعني بتلاقي المريض قاعد نفس النظمة والوتيرة اللي هو فيها. وورد سالد بتلاقي الكلام يعني مكس شارف وورد. نو مينينج. قاعد بحكي كل كلمة يعني هي اصلا يعني دلع حالها وورد سالد اللي هي صلفة في الكلام. يعني بتلاقي المريض كل كلمة مبعثة عن اخرى انت لو قاعدت معه مباشرة حتى لو انك يعني بقولك شارف بالله حتى لو انه حنا مش قريم يعني الالم نفس حتى تلاقي المريد مباشرة انت قاعد قاعد تقولك هل رق عليك فيها بحكيه صلة يعني بحكيه اللي مشهش يا يعني. طب يحكي كلمة كويسة بيفاش شي ايا مجال تفهم منه. esh. วل Terreミー. Lynch. اللي هو repeating the last word of synthesis بتلاقي هذا المريض قاعد بعيد الكلام ميتزم اللي هو انه بلك تسبيك المريض هذا بش راضي يحكي او اللي هو بش قادر يحكي فنسميح الميتزم اللي هو ايضا مريض غير متعاون و بش راضي يحكي صامت يعني في حالات depression في حالات الخشو نحاول نسأل مريض نستجيبه لكن مش راضي يجاوب معنا ولا راضي يحكي لنا اي شغلة بفرتي وفي سبيتش يعني ممكن الميتزم الميتزم بش قادر يحكي لكن بفرتي وفي سبيتش اللي هو فعليا بري لتل سبيتش يعني في حالة depression ملاحظها كيف حالك؟ طب مننا عنا كيف انت اليوم؟ نتجي صامت شوي كنت نقل لك كويس يعني بري بفرتي وفي سبيتش احنا نسميها هادي بيجي لنا بعديك اللي هو ثوت كونتنت اللي هو محتوى التفكير او هو منلاقي احنا فيه مشكلة في او طراب بمحتوى التفكير what of the patient's thinking يعني احنا لو هنا في الثوت بروسس هنلاقي how كيف بريشت جاعد؟ يعني ممكن هنقوله هنربطها في موضوع الثوت بروسس اما في الثوت كونتكت what of the patient's thinking ايش قاعد يفكر المريض اول شغلة معنا منلاحظها ديليوجين ديليوجين الضلالات اللي هي تعريفة false fixed beliefs يعني اعتقاد خاطئ راصخ عن المريض خلص لا في مجال النقاش ولا في مجال اللي هو حدا يجاوبه او نقشه في هذا الشغلة بتاعتنا false fixed beliefs that have no basis on reality غير موجود في الحقيقة يعني اول شغلة احنا ممكن نحكيها اللي هو اضطرابات او ضلالات نسميها ديقولها ضلالات اللي هو ضلالات عدم الشعور بالامان يعني هذا الشخص بتلاقيه بعتقد انه بتعرض للغش والتجسس او المتابعة او التسمم من قبل يعني فرد او بتلاقيه بتعرض لها بيقولك انا والله او منظمة اخرى او مجموعة اخرى بتلاقيه بيقولك والله انا CIA بلاحقني بتلاقيه بيقولك انا المخابرات الروسية او مخابرات السلطة او مخابرات الحكومة او الجهاز الامن ده قاع بيلاحق فيي وبرقبني كل خطوة بخطوة هذي بيسميها او بيجي يقولك والله انا اهلي بيسموني مرتي بيتسممني مركبيني كاميرات في الدار بيركبوني هذي كلها يعني لو رحظت بسرعة سمعت كاميرات اعرف ان هذي بيري سيكوريتي ديليوجين او عدم الشعور بالامان اه ريفرينشيال ديليوجين ضلالات الرجعية يعني انه هذا مريض بشك انه اه لو بتفرج على التلفزيون في الليل قاعد مثلا او شغل او بتفرج على التلفزيون ويقولك اه هذا مديع الاخبار قاعد بيحكي عني قاعد بيحكي عني او بتلقي بيقولك الله انا في اية نزلة في القرآن الي يعني انا مره شفته مريض قاعد بيقول يعني في اية القرآن نزلت اليه ويقولك انا بني اطلع من غزة لكن انا ربنا نزل لي اية يعني لا نعذبهم وانت فيهم فهو قاعد بيحكي انه اه انا بشاهد اطلع من غزة عشان اللي هو الاية هذي هذي نسميها ديليوجين جرانديوس ديليوجين اللي هي ضلالات العظمة يعني فكرة انه يعني يمتلك القدرة الكاملة او الاهمية الكبرى يعني انه يتمتع بقدرات استثنائية وثروة شخرة او يتمتع ببعض يعني بتلاقي عنده محس انه عنده مواهب او يسميها البصيرة العظيمة يعني مثلا بيحس حاله صلاح الدين الايوبي بيحس حاله المسيح الدجال بيحس حاله النبي بقولك انا عيسى ابن مريم هذي نسميها كلها شغلات جرانديوس ديليوجين العظمة اذا حس شعر مريد انه حاجة ضخء عظيمة بنقول هذي ضلالات العظمة جيليوس ديليوجين يعني انه هذا الغيرة او الفرد يعني بشوك انه زوجته وحبيبته غير مخلصة بيصير غار بشكل كبير في ان الارومانياتيك ديليوجين اللي هو another person is in love with him يعني بيقولك والله انا الفنان فلاني بحبني بموت فيها انا الشخصية العظيمة هذي بحبني بموت فيها كتير فهذي نسميها ايروترومانيا ديليوجين او ايروتوماتيك ديليوجين هذه اللي هي ضلالات اللي هو انه شخص اخر بيعشقه وبحبه فعليا ما بيكون فيه منه هالكلام هذي بتلاقي هذا المريض يعني بعتقد انه لديه يعني جزء مختل في الوظيفة في الجسم يعني بيقولك انا والله قلبي وادف هذي بسميها ثواتيك ديليوجين ثواتيك ديليوجين بتلاقيه بيقولك والله ان الافكار كل الافراد انا فيش عندي افكار يا دكتور انا مش قادر احكي ولا حاجة ليش والله انا فيه ناس فتحوا راسي وسحبوا كل المعلمات اللي في راسي فهذي بسميها ثواتيك درول في عنا ثواتيك بيقولك والله انا انا كل اللي بحكيه قاعدها ناس تزرعوا في راسي يا دكتور انا فيه ناس بتعبي في راسي بحطولي الكلام بشربوني اياه او بفتحوا راسي في الليل يا دكتور بيجوا بيعبوا راسي في الافكار هذه فهذي من ثميها ثواتي انسيرشن ديليوجين ديليوجين اوف كنترول تعال ليش عملتك انت فلان بقولك شانا يا دكتور والله فيه ناس تحكمت هي بتتحكم فيه هي تيجزة على الافكار في راسي وانا بتتحكم فيه بيقوم بتخلينا اضرب اكسر اعمل اساوي هذي من ثميها ديليوجين اوف كنترول فيه ناس بتتحكم فيه نهليستيك ديليوجين يعني هذي بصراحة ايضا من لقيها كتير ضلالات العدمية بتلاقي المريض بعتقد انه جزء من جسمه غير موجود او جزء من جسم يعني مدمر او غير موجود بيجي قولك الله انا حاليا مش عايش يعني او بتلاقي ما يقولك الله انا دكتور جسمي كله سايح بطني هذا كله سايح عبعضه هذا بنسميها نهليستيك ديليوجين ان المريض بشعر ان فيه شغلات يعني خاطئة فيه داخل جسمه يعني موضوع ديليوجين كتير حنقره خاصة في موضوع السكيزوفرينيا انه بتلاقي لازم يكون فيه انه من الكريتيرى موجودة ديليوجين وايضا امراض اخرى تانية فعشان يمكن حنتطرق اله عدة مرات ايضا نحكي عن موضوع اللي هو محتوى التفكير محتوى التفكير هل هل في عنده الهو افكار انتحارية بدي انتحر او بدي انتحر او بدي انده الاخري او هو طبعا هموسايدال ايديا في عنده افكار انتحارية خاصة في نظر فتلاقي المريض فعلا يعني عنده افكار ونهو يطبقها او مش نهو يطبقها هذي كلها بنعرفه في المنتر اسفل زاناشا عشان احنا بعديك لما نتعامل مع المريض نكون على حذر ولا وعلى اللي هو تحت under observation خاصة انه داخل المستشفى Obsession اللي هو Irresistible Recurrent Thought اللي هو افكار بتظلها تيجي على رأس الواحد قوم اعمل هذي شغلات اللي هي Obsession مسواس طبعا في منها نوع مثلا Religiousity اللي هو Obsession with Religious اللي هو بخلص صلاته تيجي فيه كانو صلاته غلط مو ما تجيه اصلي مرة تانية بان قام خلص تتوضع تجيه اخبروا لأ وضوء خطأ الفكرة هذي الموجود الافكار بتجيه انه بصول للوسوس ايش؟ قوم صلي قوم صلي قوم صلي قوم صلي قوم صلاته غلط صلاته غلط طبعا هذا الشغل يعني هو الوط فوت او محتوي التفكير لكن انا طبقها احنا هنا ننتقل لي هو obsesive compulsive الوسوس القاهرINE Boranoias ismitious الواجد نشوف له اي درجة بشك في الاخرين الهيثق بيهم ويجاوب ولا يتعاون مع احدا لانه بشك في كل الناس Magical Thinking اللي هو هل تحدث دائما بتحديث طريقة تشير كلماته وفعاله لها قوة يعني قاعد بيحكي معاك يعني بعتبر حاله كل كلمة بيحكيها لازم تسمحها وتحفظها انت وتفهمها هاد ما سميها Magical Thinking الفوبيا يعني خوف من شغلة معينة ريال موجودة حقيقية يعني أكروفوبيا، أكوروفوبيا، الليكتوفوبيا، أكوفوبيا، شغلات هذه بخاف من الضلمة، بخاف من العلاقة المفتوحة، بخاف من العتمة هذه الشغلات يعني تعتبر من أمراض الفوبيا وحنشرح ونطلق إلها في الشغلات القادمة إن شاء الله مبارتي أف كونتنت اللي هو المريض هذا مش قادر لا يفكر ولا يحكي ليتل أفرميشن، فيش عنده معلومات فيش عنده أي معلومات يقدر يفيدنا فيها بدنا نشوف هنا تالت شغلة اللي هي الابستراك تينكينج ابستراك تينكينج طبعا يعني بدنا نشوف كيف حضرة هذا الشخص على التعامل على التعامل مع المفاهيم، deal with concept، تعامل مع المفاهيم كيف أريد أن أفهمها من المريض هذه؟ طبعا هي مكتوبة عنه مثل 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 عمر الدم ما بيصير مياه، شو حليه؟ نشوف كيف قدرته على التعامل مع المفهوم وبحليه هو قدرته على التعامل مع المفاهيم، وقدروا العمل حجمه لا يدلعه على قد الحافة ما بدرجليك، وباكتباه نشوف كيفcher، لحافة فقدت طويل، كالي طغير، وجص لحاف، وقدروا جزءه قصير، كبارمي هذا بشكل بالكامل و هو عملي، بيتلجح البعض، حسب الادة مفادي، بأداء عمل فيها، كيف يفكره؟ نحكي عن الإدراكات لا تبدأ كيف يفكره؟ نعم تلك المردية Käoc يدرك على الناس اللي حوليه او يدرك شغلات اللي حوليه طبعا هي يعني اول حاجة فيها واهم شكله اللي هو الهالسونيشن الهالسونيشن ايضا نسمع قد اكتير الهالسونيشن اللي هو الحلوسة يعني هي false sensory perception that occur without an external stimuli وهنا لازم نركز عليها without an external stimuli يوجدون مؤثر خارجي في منها خمسة انواع auditory hallucination visual tactile olfactory gassatory لو لاحظنا انه هدي كلها تتعلق في الحواسي الخمسة auditory اللي هي قريبا يعني من اكتر الشغلات اللي بتيجي في mental disorder اللي هو السماع اللي هو بسمع المظهرة بسمع شغلات غير حقية غير موجودة بسمع الناس بتحكي معاه وهنا ممكن احنا احنا نطرك الحالة لمن الموالد هغيثر احلنا بسمع الناس به مؤمرني بقول له يعني يجي موالد تقول له نالله انا بسمع أخم بدين بيحكوا مع بعض بيحكو معاك لا ممكن اسمع اخداب واحد ممكن لكون بلموالد quadrant بسمع واحد او اخداب ثنين ممكن ثنين هذو بيحكوا مع بعض بيغلط عليهم ممكن ثنين هذو قلت عليهم بيحكوا معي او شخص بحكي معاو بؤمر امر. فعشان هيك احنا بعد ما يشترح لما يقولنا في عنده ادت الهلوسيانشن يبدا نخش على بعض التفاصيل. كم واحد مي بحكي معاك مي بحكيش معاك ايش بساولك في ناس بقولك بالله مي غلطوا علي. انت صادق انت بتعمل الشيك انت الحاق عليك بتحسسه بالدم. فاحنا يعني ممكن نحضر لكم بعض الفيديوهات لقزام شوية حول اللي هو الهلوسيانشن. اللي هو بشوف المريض. الحسب يعني بقولك والله انا بشوف ناس تطلع لي في الليل او في النهار بيهجموا عليها لبسين هيك ويعملوا يبساو هيك فيها فهو بشوف المرضى هدول او بشوف الاشياء هذي اللي احنا مشوفهاش كيف ممكن اشوفهم كيف الاحظها انا بجيوال ممكن وانا خلال حديثي معا بلاقي بمريض سرح في السجل. تلفت في عينيه بحرك في عينيه فوق. وبعرف ان هذي بيجيوال اللي هو الهلوسيانشن. تكتايل الشعور يعني. انرياليستيك سيسيشن. انرياليستيك سيسيشن. او دا سكن. يعني بيجيوالي كولك والله انا بحس في نامل بيمشي عكل جسمي. هذي نسميه التكتايل الحلوسيانشن. والفاكتوري المريض هذا يعني بشم رائحة غير موجودة. يعني رائحة دم. قولك انا الله دايما بشوف بشم ريح الدم. دايما بشم ريح الدم. غساتري اللي هو طبعا التذوق. انه هذا مريض يعني. انبليزان تستايل. اللي هو بقولك انا حاس طعم يعني وسخ في طمي. او شغلات يعني غير لائقة في طمي. في عنا شغلات تانية يعني في البرسبشن. عندنا اول حاجة الهلوسيانشن. واهم شغله. بعدين بيجعلنا حاجة اليوجين. يعني احنا فيه في النقطة اللي هو السادسة لما كنا نحكي عن الـ content of thought. حكينا عن الديوجين. هنا نحكي عن الديوجين. الديوجين يعني في الديوجين احنا قلنا that's false fixed belief. اعتقاد خاطئ راسخ. اللي هو ايش. no basis on reality. غير موجود في الحقيقة او الواقع. لكن هنا في الديوجين لا. الديوجين نقول عنها تعريفة misinterpret real stimuli. اللي هو تفسير خاطئ لهذه الشغلة. يعني واحد شاف حبل فقط. وحيا شاف يعني امكان ما شفتها مرة يعني سفنجة. المريض بولك انا في معمولة عمل. و سفنجة وعليها دم و مش عارف فيش. وفعليا يعني هو اخوه او اخته رسانة. وهذه السفنجة عليها بويا. ومحطوطة فعليا يعني في مكان عام. لكن هو اعتقد هذي. فصر التفسير هذا خاطئ انه في ناس عمليون العمل. وحاطين له الدم على السفنجة. وهذه الشغلات التالتنا. فينا دي برساناليزيشن. اللي هو الشخص صبعا يعني. بتكلم عن الشعور خارج الجسم يعني. بتخيل نفسه من بعيد. يعني ممكن انا لاحظها من حالات الاسترس. بس نتيجة انه يعني المريض هذا. لا يرى ايده. او بس شايف وجهه على المرآة. زي ما احنا شايفين. خلص دي بطلع على المرآة. وبس شايف حال المريض. هذي نسميه دي برساناليزيشن. في عنا دي برساناليزيشن. اللي هو المريض يعني. يعني. يقوم يعني. هالشخص هذا. يعني. بحس انه البيئة المحيطة له تغيرت. وانه العالم الخارجي مش موجود. يعني. مثل بتلاقيه دي بسوق سيارة. بيصل هدفه في السيارة. وبقول لخل الله ما شفت ولا سيارة في الطريق عند معايا. ولا شايف حاجة حوالي. ولا شجر. ولا الطريق. ولا اسفل. مش شايف ولا حاجة حوالي. يعني. هذي الشعرات احيانا تيجي مع حالات الاسترس بشكل كبير. السنسورية. 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 اند كوجميتم. او كوجميشن. اللي هو. يعني. يعني. نشوف كيف الاحسائز تاع والاتراك. اول حاجة. بنشوف. بنشوف. المستوى الوعي تاع المريض. ممكن نكون كونشوس. سمي كونشوس. طبعا في حالات الاسترس. احنا يعني. معظم الامراض النفسية. بتعمال اشماحة. لانه المريض ممكن يكون كوروما او شعرات تانية. ولازم يتحول للمستشفيات. للميديكال. ممكن المريض يكون في حاجة يسميها. ممكن المريض يكون في حاجة يسميها. كلاودينج. كلاودينج. أوف كونشوس. اللي هو. بتلاقي هذا المريض زي الواعي. لكن مغيب. هيك. ومن كطل دائخ. يعني. دائخ كتير. هادي ممكن تجينا في حالات التعب. ويكون المريض يعني. يعني. كيف واحد ما يقاوم النوم. إله يومين بشناية. بتلاقي المريض يعني. زي الى كأنه صاحي. لكنه فعليا. صعب. يكمل حياته. يعني. او يوميته. ممكن يلاقي المريض في حالة اللي هو. يسميها. استيبر. استيبر. يعني. ممكن يقول. يعني. انه هندي. دهول. يعني. المريض. في حالة دهول. و. يعني. كونشوس. لكن. يعني. يعني. لا. في الش. في الش إدراك عنده. او في الش. اللي هو. احساس عنده. كونة طبعا. اللي هو. اللي هو. يعني. طبعا. معروف. لتعلم. والباس. 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 ممكن ان نسأل المريض عليها لكي نرى مستوى الوريانتيشن بعدها الممري الممري الممريطة تتذكره في الماضي والأحداث والمعلومات اللي مر فيها هنا انا منها تقريبا ثالثة واحدة و الارابعة هذه اضافية هنا اول حاجة الامديات المريض يسترجع البيانات والمعلومات التي تعرض لها هذا الشخص يأتي خلال دقيقة يأتي له أن أعطيك سبع أرقام تعتبر أكثر إلى سبع شغلات سبع ألوان سبع أسماء هذه هي مكسيمم وتقول له بعد دقيقة أسألك فيهم وبعد دقيقة تسأل تقول له أنا أعطيتك سبع أرقام أو سبع أسماء أو سبع ألوان هذه الشغلات فورية ريسنت بكيف أن هذا الشخص يستطيع أن يذكر الأحداث في الأيام القليلة الماضية أو الأسبوع السابق يعني الأسبوع اللي فات إيش صار معاك أو بارح قبله حسب بعض البيانات أنا بتكون موجودة عندي ممكن أسأله فيها أو أشوف هو إيش بتذكر الأسبوع اللي فات صارت عنده أواقع أو أحداث معينة ريموت طبعا هي أحداث ماضية البعيدة أكثر من سنتين يعني نفحصها من خلال تاريخ المرضي لما يجي أنا أسأله أنت في أي مدرسة قريت أنت في أي سنة دخلت المستشفى في أي سنة أنت جوزت في أي سنة قريت في مدرسة إيش اسمها هذه الشغلات أنا ممكن تسميها ريموت مموري كونفابيوليشن مش عندي كل مرضى من لديها لكن ممكن إنه هو كيف هذا الشخص قلت على أن يملأ هذا الشخص فجوات الذاكرة يعني ناسي هو أخر مثلا ناسي من 2004 إلى 2008 إيش عامل لكن بتلاقيه بروح بحط فيها لصص ووقائة لا أساس لها في الواقع هذا الشخص يسميها كونفابيوليشن اللي هو فابريكا ممكن هذا المريض نلاقي عنده أمنيزيا اللي هو بش قادر يتذكر الحداف المرضى نسميها أمنيزيا ريترو غريد يعني المريض ينسي قبل الحادث إذا صار معاه حادث معين بقول لك حادث يرفع خاصة في حياة البيكي أس دي مش قادر يتذكر اللي هو قبل الحادث بفترة قصيرة مش قادر يتذكر كيف كانت حياته أو ايش كان يعمل هو في عندنا حاجة نسميها أنت انتري انتيرو غريد اللي هو نسي ما بعد الحادث يعني صار الحادث وراعنه استشفى وتعالج وطالعه وقول لك بجزاكر ولا حاجة من هذه الشكلات اللي هو صارت معاه خاصة في حالات البيتي أس دي اللي هو حالات أي حدث معين صار معاه هايبرمنيزيا اللي هو تذكر الأحداث بالتفاصيل هذي من يعني إذا لديت واحد داعي تحكي لك قصة بالتفاصيل الممل هذي من سميها هايبرمنيزيا هذي قدرة المريض على الاهتمام يعني وحنا نحكي معاه يعني بركز معنا بالمواضيع اللي نحكيها ولا هو قاعد بعمل على موضوع لديتسل اكتابليتي زي حالات المانية ممكن نلاقيها فيهم بتلاقي بعمل عملية التشتت بشتت المقابل وشتت نفس السؤالي أيضاً تسأل السؤال تقول لك شايف الباب شايف العصفور شايف بتلاقي بعمل حملية تليتسل اكتابليتي التشتت يجب أن يتحق عليك أن تعطيه سؤال مستخف فيه إنتليجز من الـIQ للمريض ، يمكن أن يكون الأخصائي النفسي لديه تست معين لعرف إيقال إذا طلعتنا نتيجة من 20 إلى 40 ، يمكن أن نسميه من 40 إلى 50 ، ومن 50 إلى 70 ، إنتليجز من الـIQ أسأله أسئلة معلومات عامة أجد أن أقول له عاصمة فلسطين ، عاصمة مصر ، عالم فلسطين كم لون فيها هذه أشارات معلومات عامة ، يجب أن أسأله كيف قدرته على أنه جمع معرفة المعلومات العامة إنتليجز من الحكم والاستبصار ، يجب أن يكون لدينا رجل مع مريض يقول له ما تفعله في المستشفى ، يجب أن ترى ما هي درجة الاستبصار هناك مرضى ، خاصة في حالات مثل ما قلنا صادقا ، هناك نيروسيز و سايكوسيز السايكوسيز يمكن أن يكون ليس إنتليجز لكن خاصة في حالات الإسكيزوفيريين و الفصام العقلي و الأمراض السايكوسيز نيروسيز يمكن أن يكون في حالات البيتي أس دي و حالات الاسترس و حالات الانيكزياتي و حالات الاو سي دي هذه الأشغلات ، يمكن أن يكون مريض فعلاً واعي و أعرف حاله ، قبل فترة بس بارح بقابل الشخص يعني ، يتعالج المستشفى و يقول لك أنا طرعاً مش قادر أقاوم أنا يعني شوف لي حل ، أنا مريض شوف لي حل ، أنا المسواس بظلوا يجيني فالفكرة أنه هذا بيكون مستبصر لحاله ، وعارف حاله إنه مريض و بده يتعالج لكن السايكوسيز تعال بقول أنت إجابك و أقول لك أنه والله يجيت هان ظلماً و أعدواناً يعني ما مش فاهم ليش أهلي جابوني شحبوني جابوني شروح و جابوني يعني و فعلياً يكون يعني عامل كل العمال في الدار من ديوجين و هلوسيونيشن و غيره و غيره و غيره و بتلاقيه جايك و يقول لك أنا أنا جوني ظلماً وعدواناً يعني هذي ممكن أشوف المريض الكمبيت المريض فعلاً واعي و حاله أو اللي هو بارشيار انسايت بشكل جزئي بقول لك أنا أنا تكتور مريض بس بشان أنا عمولي عمل بشكل جزئي أو بقول لك فلان فلان هو السبب اللي ممكن لقيه في أغلب المرضى السايكوسيز انه البيشنت is not in sight جاد جمنت قدرة المريض على حل المشاكل و اتخاذ القرارات اللي هو نحطه فيها يعني مثلاً ممكن نطرع على هذا الشخص يعني موقف معين و نطلب رأيه و حكمه يعني لو مثلاً قوله لو انت لقيت محفظة في الشارع أو هوية يعني و فيها مصاري ايش بتساوي؟ في بقول لك بأخدها بلالي شارد فيها في بقول لك بسير و همان يجدخل فيها في بقول لك لا بأخدها بلالي شرطة باعث انه هذا المريض اللي هو good judgment او اللي هو critical judgment يعني او شفت واحد بسيرك ايش بتساوي فيه؟ او واحد بقول له والله شفت دار انت بتنحرك ايش انت برأيك بتساوي؟ هنا بتمين طبعاً ثلاث شاغلات في judgment ممكن يكون critical automatic و مبيرد يعني كيف؟ يعني critical انه فكر شوية و قال لك او دار تنحرك انا يعني راح اذكر و راح اصعى 102 مطافي و اقليهم يجي هانا نسميه critical judgment لو قلت له و قال لك والله بسرعة باهجي مع الدار جوه في الدار وبحاول اطلع هاد نسميه automatic judgment تحكمه بسرعة و مشى طبق قراره بسرعة اه مبيرد جوهج منت اللي هو سيء في الحكم مثلا بقول لك الله لك الدار تنحرك بقول لك الله انا بحط كرسي و بولع سيجاره و بدخم مثلا هذا مبيرد جوهج منت عدم قدرة على التحكم في الموقف اللي احنا حطينا فيه impulse control اللي هو يعني قدرته اتحكمه في النبضات او نسموه في المواقف الشغلات العامة اللي هو يعني العدوان الخوف الشعور بالذنب والموادة يعني مريض هاد تلاقيه بدي يحقق كل رغباته بغض النظر عن انت تزعم تزعلش مني يعني تلاقيه مثلا ممكن فيش نص الشارع جاعد impulse control بدي يرضي نفسه و رغباته بغض النظر تزعم تزعلش بسكلك الشارع بسكلك الممارة في المستشفى اوشي بديوش حلبعاه في الغرفة بديوش خلاص بدي يمشي اللي زي ما قولها بمشي اللي في راسه لو واحد قال له كيف حالك ايك بسلوب معين تاني ممكن لكم يضرب و يتكتل معاه لانه فيش عنده impulse control فهدي ممكن انا احط المريض موقف فيها و اربطها في judgment يعني اما احط الموقف في المريض احطه في موقف في موضوع اللي هو judgment انا راح احكم عليه عريبا في موضوع impulse control reliability طبعا مصدقية تحت مريض يعني انا ممكن اعيد سؤال عليه كنت سأله اول من واشوف ايش اللي هو كيف طريقة اجابته هل هي نفس اجابة او لا طبعا في كمان حاجة اللي هي interpersonal relationship كيف اللي هو درجة المريض علاقته مع الاخرين بشاركهم في افراحهم اللي هو اصدقاء من رجل اصدقاء بخرج من البيت او لا او مستعر يعني من المرض اللي معاه او لا بتلاقي في ناس اللي بدولك بروح الحفلات وبروحه بنزل في بروحه لا اولا الي سنتين ثلاثة اللي اطلقت ونزلت من الدار وبحب العزالية والوحدانية وبحبش اشوف حدا وحدا يشوفني بادي شهرتك كلها بكتل على المريض ما تخشف علشان هيك يمكن اولوحظنا يعني كل الخطوات اللي حكيناها يعني بتخليني فعلا اقرر المريض من رايح هل هو رايح على امراض معينة ديبريشن سايكوز امنيوروسيز ديبريشن مانيا سكيزوفرينيا يعني كتير شغلات امراض ممكن انا من خلال المنتل السيت اكزيبانيشن اعرف اتجاه المريض وقيمه وشان لو انا يعني دخل معي في بعدها بقرر المنتل تاعي وبعرف المريض البيت السود التاني جاء اصعب او لا اخف من الاول تاني السماري يعني بده ارخص كل المنتل السيت هده كي شوفناها واكتبها بعده سطور انه ايش فيه لقينا عند المريض ان المريض لقيناه عمرو كده انه مشخص قبل هيك في مريض مرض سكيزوفرينيا مثلا حاليا المريض عنده لاسل الفكير عدم الاهتمام بالذات عدم اهتمام بالنفس في عنده مثلا ديليوجين بحديد نوع ديليوجين بسيكوريتي ديليوجين او جران ديوستي ديليوجين باجي بقول والله كمان ان لقينا عندي مريض هلا عنده هلوسينايشن في عنده في عنده هلوسينايشن مريض هلا نت انسايد اه كمبراتف متعاون اولاء معايا كيف الايكون تاعتنا بده اشوفها كيف الممري كيف الانفرميشن تاعتنا يعني بده اشوف ايش يشبات انا ملخص كل اللي حكيناها المودل افكت ممكن اتطرق له هان اقول الله يعني اه افلات افكت اللي هو الايباثي يعني ابسنس افاني فاشل اكسبريشن باجي ببده احكي انو ايش لقيت شغلات معينة ببده اطلق الها وبكتبها في السامري اه يعني اه لو احنا نظرنا الى اصيبة الانفرميشن اللي احنا نعديها في المستشفيات وغيره يعني بشكل على عجالة كيف تركيبتها اول نبده في الانفرميشن بعد نبده في شغلات التعلق بالسيكو سوشيال الباست ميديكال هستوري الباست باست سوشيال هستوري باست بالسيكاتريك هستوري بعدها بندخل في الصلب الهو 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 الهيجين ممكن هنا احنا نطرق الهيجين الهو 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 ممكن بعدها نشوف كيف نشاطه كيف الطريقة جلوسه معنا ها الهو مقامة ها العزيين ها الهو غريب 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 معروف في ثقافتنا تلاقي هذا المريض بكل طريقة سيئة أو وسخة تلاقي هذا المريض في عليه تصرفات غريبة بيشلح مثلا ملابسه بتف في كل مكان هذي اشياءات نسميها بيزار في عنا المناليزم طبعا في عنا بعدها تيجي الاتيتيود اللي هو هل المريض هذا متعاون أو غير متعاون بعد ممكن تلاقي مريض بتجنبك بتاقي مريض بيعتدع ممكن اعتدع عليك ان انت جاي تقول له والله تعالي احكي معك بيقول بيقول بيجلق ويرفض ويزعج أو قتنش انه هو مركز معنا طبعا المودل الافيكت حاكمان الاسبيتش وانتتي وكواليتي طبقنا لهم كيف كمية الكلام وكيف جودته الثوت طبعا اول حاجة يقولنا اللي هو الدستيرباس اللي هو فورم الفثوت اللي هو اللغزم وعالتصالات اهم شغلة موجودة اهم شغلة موجودة بيجي بعدها عندنا اللي هو الانتصالات ممكن نتطبق فيه لخمسة نواع أكثر شغالك ممكن لديه الإدلتري بعدها بيجي عنا اللي هو الـ مستوى الوعي، الورينتيشن، اللي تجرس، الدكاء، الانفورميشن، المموري، المواحة، الانسايت، الجدجمنت، الامبالس كنترول، الريابيليتي، الانتربيرسون الريشنشيب، وآخر شي بيجي عنا اللي هو السمري ايضا ممكن احنا نكتب الأدوية وعشان اعرف ايش الأدوية اللي بيخلنها المريض واللبراتيليتي تست عشان انا في عندي أدوية ممكن تأثر على ان هو موضوع الـ يعني ممكن زي دواء بسموه ممكن ارفيات ليعملي حاجة اسمه الوطيل ينزل مستوى الـ عشان هيك هذه الشغلات لازم اكون على وعي وإدراك فيها او بعضها يعني شغلات ممكن تعملي على التوكسيسيتي او زي الليثيوم او ممكن يعني تأثيل على الـ عشان هيك لازم يكون عندي الـ فيعني الى هنا يعني ينتهي معنا الشبطر الثالث الشبطر الثالث الشبطر الثالث نعمل نكون احنا قد اجملنا فيها طبعا الوقت ضيق معنا في عنا يعني كان بوسعنا نعرض بعض الصور وبعض الديديهات لكن نأمل ان نلقاكم في وقت قريب بعد انتهاء هذه الازمة التي نمر فيها نعمل اي استفسار ايضا انا يعني الواتساب والجوال مفتوح او او امكانكم رسلتي اي طريقة انتو تروها مناسبة بارك الله فيكم انا اتمنى لكم في التوفيق ولا دقاء اخر في الشبط الرابع ان شاء الله عن قريب شكرا شكرا شكرا